موقف الكابتن عمر السلية اللي كل السوشيال ميديا بتتكلم عليه والناس يعني فيه حديث على عمر بشكل كبير عمر السلية من اللعيبة اللي تمتلك رصيد أخلاقي كبير جدا لعب أخلاق ولعب على خلق ولعب محترم ورجل عمرنا ما سمعنا صوته عمرنا ما سمعنا صوته الموقف ده عمر السلية أخطأ فيه وما يجب يعني أنه كان يعمل كده بغض النظر عن ضغطه أكيد مضغوط وحزين وكل الكلام ده بس أنا هقول لعمر حاجة هقول لعمر حرد عليه رد حرد عليه رد رد الكبار الكبار يعني عشان هو كبير هو شخصية كبيرة وأخلاق ومنقول له بمنتله لا عمر كان لازم تمسك نفسك بهدوء كده وما كانش الموقف ده يحصل حديك مثل من غير بقى معاتب لأن عمر زي ما قلتلكم ليه رصيد من الأخلاق كتير ولد مؤدب وملتزم وأخلاق عمري ما شفت منه حاجة فما قدرش أطول في القصة غير أن أقول له أن أنت كنت غير موفق نظرا للضغوط أو كنت مخطئ نظرا للضغوط تعال بقى أشرح لك نقطة عشان أشرح لك القصة عاملة إزاي أو الضغوط عاملة إزاي أكتر واحد كان حزين من خسارة النادي الأهل مبارح وأكتر واحد تعرض لضغوط وعدى بدغوط شديدة جدا 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 خلال الأيام اللي فاتت وكان عليه ضغط وكان عليه انتقاد ودائما الفاتورة عنده هو الكابتن محمود الخطيب ما فيش اتنين يختلفوا على كده كابتن محمود الخطيب هو دائما اللي بيشيل الفاتورة سواء بالمتح أو أحيانا بالنقد ولكن في النادي الأهل بتبقى قليلة لأن النادي الأهل انتصاراته كتير كابتن محمود الخطيب مبارح ليه أنا جبت الصورة دي ليه أنا جبت الصورة دي حطت بس الصورة كده مع انفنتينو ومع متسبي مع كابتن الخطيب يعني حاول تقسمها كده يا ناصر ليه أنا جبت لكم الصورة دي كابتن محمود الخطيب خاض عشر خمساشر عشر عشر يوم خلاف شديد جدا مع السيد رئيس الاتحاد الأفريقي على هذا الوضع والكلمة الوحيدة اللي طلعت منه this is not fair ده ظلم ده مش عدل اللي بيحصل ده ده مش عدل مش عدل يعني أكتر أكتر اتنين اختلف معهم هو متسبي وانفنتينو أنا حسيت منك بظلم جديد وفي الآخر بخسر المباراة وفي الآخر جمهوري مش معايا وحضرتك عايزني مع السفارة أنزل أكون موجود في هذا البروتوكول إن أكرم أكرم فريقي اللي حصل على المركز وكرم الفريق الفائز هو فريق الوداد وألف مبروك لفريق الوداد ويستحق كل الإشادة وكل التأدير بجهازه الفني بلعبته بجمهوره عشان نبقى ناس متحدرة نبقى ناس هدئة كان كابتل الخطيب أكتر واحد حزيم في هذه اللحظات وعنده خلاف شديد مع الناس دي نزل الكابتل الخطيب من على المنصة إلى الملعب وقف كرم فريق الوداد كرم فريق النادي الأهلي تحدث مع متسبي حتى لو بثلاث كلمات تحدث مع امفنتينو حتى لو بثلاث كلمات والصورة تعبر أنا مش حاولة ترجم أنا ما كنتش واقف سمعت كلام كتير بس السورة نفسها سيبي سيبي السورة ناصر السورة نفسها بتشرح نفسها ساعة السورة كده بتتكلم هي السورة دي بتتكلم السورة بتتكلم من تعبيراته من القصة بيقول ايه فيما يكوفه مع الرئيس الاتحاد الأفريقية واضح السورة واضحة ولكن تخلى عن أحزانه التزم بالبروتوكول يعلم جيدا أن الكابتل الخطيب هو رئيس النادي الأهلي أكبر المواسطات الرياضية في مصر ولازم أكون واقف في المراسم ولازم يكون في التزام ولازم يكون في التزام ولازم يكون في التزام مهما كانت الأحزان مهما كانت الأحزان عايز تعرف ايمة الكابتل محمود الخطيب بص على الصورة بص على الصورة الي قدامنا شوف ايمفنتينو كين إن هو يتكلم معك إزاي شوف متسبي عايز يشرح لك ويتكلم معك إزاي مع إني الموضوع خلص بس أنت رئيس النادي الأهلي الأهلي الموضوع بالنسبا له مخلص سنة Perchéه مكمل عشان فيه حاجات لازم تتضبط فيه حاجات غير عادلة وده ما لأهلي هو اللي بياخد الخطوة ليه ليه قلت ليه قلت ليه شرحت الموقف ده للكابتن محمود الخطيب عشان اقول ان احيانا بتبقى حزين جدا احيانا بتبقى مضغوط جدا وبيتطلب منك اجراءات او بروتوكول لابد ان تلتزم به وده اللي عمله الكابتن محمود الخطيب وده شيء طبيعي ارجو ان الناس تقيس دايما اي موقف بموضوعية انا عارف ان الناس سعب بتبقى حزينة وسعب تبقى مبدايق او التقييم بيبقى مختلف كل ده كويس ولكن في النهاية فيه احيانا اخفاق واحيانا نجاحات كتير ما تقدرش تهد الهارم ما تقدرش يتم ماسك كبات الميا تراك الميا كلها لا خلاص كل حاجة لا مش كل حاجة غير موفق النهاردة اللعيبة ولكن الشطارة ان عد الورق ايه سريعا جدا اعرف مشاكلي وعلم عليها عشان نقدر حلها وابني تاني بكرة هو ده النجاح فعايزين نبقى هادين عايزين نبقى موضوعين مباراة هي مش نهاية العالم يظل الاهلي اسم كبير الف مبروك لفريل وداد الف مبروك لجمهوره الف مبروك لإدارته الف مبروك للشعب المغربي بشكر الشعب المغربي على سبال السادة الصحفين والكلام اللي اسمعناه الامور على ما يرامع لقاطع ما يرامع نتحدث على الاتحاد الافريكي ونتحدث عن بعض الامور فقط لا غير زي ما ابتدينا زي ما بننهي زي ما اتكلمنا في البداية زي ما هي اتكلمنا في النهاية وحادثنا عمره ما حيتغير لان زي ما عودنا حضراتكم دايما دايما بننتقد ونحلل بشكل موضوعي اشتركوا في القناة